سيد الخوئي عنده في التعبير في التنقيح هوية تعبير جدا شديد وهم من هذه التعابير اللي يكرروها في الفضائيات وهذا التعبير عندما نقولهم بأنه بابا احنا ما معتقدين انتم كفار يقول روحوا شوفوا سيد الخوئي ايش يقول عنه سيد الخوئي في التنقيح في مسألة في ذيل المسألة اعزائي الاولى الاقوى طهارة ولد الزنا هناك في صفحة عفوا لا مو هذه في صفحة 63 في ذيل المسألة اعزائي لأن هذا التنقيح عبارات مختلفة في ذيل المسألة الاخبار الدالة على نجاسة اهل الكتاب هناك يقول ان الكفر المترتب على ان الكفر المقابل للاسلام عفوا انه الكفر له مراتب عديدة المرتبة الاولى من الكفر ما يقابل الاسلام اللي يهود ونصارى غير المسلم شين نسميه مولانا كافر وهذا ما بكو خلاف عليه ما هي احكامه ذاك بحث اخر طاهر لو نجس لا قد يكون كافر ويكون شنو مولانا طاهر كما القائلون بطهارة ماذا قد يكون ملحد اصلا مو اهل الكتاب القائل بطهارة الانسان يقول حتى لو كان ملحد ولكن هو جنو طاهر هذا النوع محل شاهدي هذا الامر الثاني يقول ومنها الكفر ما يقابل الايمان يعني يطلق عليه الكافر وليس مرادنا منه انه ليس بمسلم وانما مرادنا منه ليس شنو بمؤمن اللي هذا الاطلاق هو الذي يطلقه البعض على فرق شنو على فرق المسلم جيد التفتوا الى العبارة يقول ما يقابل الايمان ويحكم بطهارته هناك يحكم شنو على نجاسة اهل الكتاب يحكم بنجاسته اذا كان حرب يمقتله ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه كما يجوز مناكحته وتوريثه هذين كله الناكشنو مو موجودة الا ان الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الاخرة هذول يحشرون مسلمين لو يحشرون جنو كفا ولهذا يقول وقد كنا سمينا هذه الطائفة في بعض ابحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الاخرة هو اي زحمة بينك وبين الله انت تقول له اخوة وتقريب وكذا تقول له اي كافر تعال نقترب ايش لون يصير هذه يجتمعنا ولا يجتمعان ولكن هذا تراثنا موجود كما في تراث الاخرة موجود اذا هو لن برئ انفسنا هذا موجود اعزائي في تراثنا وهو من اعلامنا المعاصرين بعد مو كلمات الشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلام المجلسي هذا كلام منه كلام من السيد الخور ولهذا احنا اسمينا هذا قلنا بمسلم الفقه وكافر العقيدة حتى شوية نخففها وان كان مت يتخفف واقعا جيد سؤال يوم القيامة هذا يحشر منه هذاك الكافر اهل الكتاب خلينا عنا مرد ندخل بي احمد نسأل عم منه ها عن هذا الكافر اللي هو مسلم بالدنيا بينك وبين الله كافر يطب لجنة لو متر شو تقول بينك وبين الله كافر يطب لجنة الجواب يقول لا بل يطب لجنة عجيب هو سيد الخوي ها مو غيره يقول بل لا يعاق ليه يقول بابا قاصر جو قاصر يعني شنو له معنين بعد ذلك او بينا واحدة من معاني بابا رح بحث فحص منتا الى النتيجة هو شي سوي يعني شي سوي على خلاف فحصه يعتقد شلون انت جنابك رحت اعتقدت رحت بحثت اضرب مثال واضح بحثت ان على الولايات التكوينية بابا ما ذبت للولايات التكوينية قوة غمو قوة لا انت اذا ناقص شنو ناقص اليمان ليش ناقص اليمان وانت اقمت دليلا على الولايات التكوينية انا رح اتبحثت شفت الدليل شنو موتا انت اقمت دليلا على انه يعلم الغيب رح اتبحثت شفت شنو لا يتو عدل يش يتكامل اليمان وانا ناقص اليمان ليش انت دليلك وصلك هناك انا مدليلي شنو وصل هنا تعالوا معنا اعزائي الى صفحة ثمانية وخمسين من نفس التنقيح يقول قد اعتبر اعتبر في الشريعة المقدسة امور على وجه الموضوعية في تحقق الاسلام يعني من امن بها فهو مسلم ولو اظهرها كافي ومن انكرها فهو شنو فهو كافي ما يفرق مع الدليل بلا الدليل في النتيجة المسيحي اذا بحث عن الاسلام ما ثبتت له نبوة النبي افترض بالدليل ما ثبتت له بنبوة النبي وبقى على مسيحيته يصير مسلم لا مسلم يبقى شنو مع انه عن الدليل يقول اساسا من لم يؤمن بالله وبرسوله فهو شنو ها شنو هو كافر يقول بمعنى ان انكارها يعني شنو يعني بعد ان فحص الدليل وانكره لان الانكار لا يكون الا بعد العلم ولا قبل العلم لا معنى للانكار ولذها هو ما يقول او الجهلي بها افترض هذا اصلا ما سامعها اصلا ما سامع كنا على ثقة مجموعة من الفضلاء انا رأيتهم قال كنا رايحين الى معهد مهم علمي في اليابان جالسنا وياهم من قلنا جبنا الاسم محمد رسول الله كذا كن على ثقة حتى الاسم بالنسبة اليه كان غريب قال قال سامعين اكو هيشي عدكم سامعين اكو فاتشي اخر جاي قبل الف واربعمائة سنة هيشي يشي يقول اصلا بيرشي كأنه مثل ما انت اهلان قاعد هنا وتسمع عن منه ها تسمع عن بعض مرتاضي الهند يقول لهم قلت له عدت شنو تعرفون عنه قالوا ايه سمعنا بانه هذا الانسان هذا الانسان كنا على ثقة من الفضلاء كان رايح مركز علمي يقول هذا الانسان هو يهماتي ان استغربنا منه ان هاي الناس شون مطيعين هذا الانسان قلنا له ليش قال لي انه هذا قال قال لي لاتباعه في يوم من الايام قال انا استطيع ان ادعو الشجرة تتحرك من مكانها تجي شنو تجي يمي فوقف هنا قال للشجرة شنو تعالي فما جت الشجرة قال لاتباعكم ما كن مشكلة هي ما تجي احنا نروح يمها والناس فدقوا كل رسول الله متلخص عنده شنو عد بينكم وبين الله هذا سوف يكون دليلا عنده حتى يروح ان يبحث ويقضي من عمره اربعين عام حتى يعرف الحقيقة من الصواب اصل معقول هذا كمان وانت شنو ما سامع بلكون في شو سيه سامع لو ما سامع ها فالصين تدري شقد اتباع لكم في شو سيه ولا ها اقل التقادير يكون اربعمائة مليون كون في شو سيه هذا حق له باطل ها شنو تعرف اصلا اصلا كون في شو سيه نكتب بالكافل وبالقافل شنو علاقة يعني اصلا ولا تحتمل انه اكو شي هناك حتى تروح شنو وهو هماتي انا بالنسبة لك شنو ولا يحتمل اكو حق حتى شنو يجي يبحث عنك هذا شنو التفت جيدا يقول بمعنى ان انكارها او الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها التفت او منكرها وان كان منكرا يعني على العلم بعد الدليل ها او كان جاهلا وكان كافرا وان لم يستحق بذلك العقاب الله ابدا ما يعاقبه يا مرقبه عجيب ما يعاقبه هو نودي هو مو يخليه مولا بتعبير بتعبيرنا عندنا في منطقة بين كربلا والنجفي ساموه شنو خان النص ما ادري الاعزاء راحين يدرون خان النص مولانا كانت الخيول والبغاء والحمير من تروح لابد استراحتها وين كان في هاي المسافة الحدود خمسة وثلاثين كيلومتر نحن نجف وكربلا عرفت شو خو الله يبقيهم ولذوله بخان النص خو اين يوديهم خو اذا ما يوديهم للنار خو اين يوديهم خو الحمد للجنة باعشو خو انتاز القضي باعشو ولهذا يقول وان لم يستحق بذلك العقاب لاستنادي جاهله الى قصوره اذا كل جهل اذا كان مستند الى القصور وكان قاصر يعاقب او لا يعاقب اذا كانت كافر عن ما معتقد برسول الله بعد بعد بتعبيرنا بالاولوية القطعية لا يعاقب اذا لم يؤمن بمن الا اذا تعتبر ان الولاية لا اهم من شنو من الاعتقاد بالرسالة اذا عبارة اذا اعزائي تعالوا شوية نفتح هذا افقنا شوية هاي شيء كونكريت لنا اخذ انت وربحك بالجنة والباقي قبال يالله منطق هذا منطق الفاشرين منطق البائسين منطق الجهل هذا منطق انه يقول بابا هذا ما انتهيت اليه من دليلي وهذا كذا الاخرين بيني وبين الله اذا كانوا مقصرين معاندين جاحدين يقينا الله سبحانه وتعالى يعاقبه اشتركوا في القناة